طيب لو حبينا نتكلم كده عن سد النهضة أولاً لابد أن يكون كل إنسان مصري مواطن محبي لبلده يكون عنده يقين أن الدولة المصرية بأكبر رأس فيها إلى أي مواطن لا يفرط في حبة رمل ولا حبة ماء تخص مصر وده كل القيادة قالت الكلام ده مش هنفرط فيها لكن عندنا يقين برضو أن ربنا سبحانه وتعالى لن يمنع رزق ساقه الله لعبده فتفعل أثيوبيا ما تفعل وتفعل من وراء أثيوبيا ما يفعله لن يستطيعوا أن يفعلوا لنا شيء لكن لابد أن نواكب الأحداث ونسأل ماذا جرى ماذا حدث وحينما نريد أن نأخذ كلمة عن ملف سد النهضة حينما نريد أن نتحدث عن سد النهضة لابد أن نذهب إلى أصحاب الكلمة وأصحاب الشأن من يتحملون المسئولية ومسئولية الكلمة يعي ما يقول ومتى يقول وماذا يقول عن سد النهضة معنا السفير رخى حسن مساعد وزير الداخلية الأسبق عفوا مساعد وزير الخارجية الأسبق خالص تحياتي سيادة السفير لحضرتك كل عام وأنت بألف خير تحيات للك وأستاذ المشاهدين وكل عام وأنتم بكل خير وحضرتك ومصر كلها والعالم والإنسانية كلها بألف خير وسلامة معالي السفير سد النهضة إلى أين وصل؟ ما هو وجهة نظر حضرتك في هذا الملف؟ فضلت سيادة السفير يعني هو في الحقيقة هذا الملف الموقف مصر واضح وصريح مصر دولة مصاب يعني إحنا بيصل إلينا جزء صغير جدا جدا من المياه التي تسقط على حوض نهر النيل تمام في السيوبيا وحدها بيسقط على أراضيها حوالي 900 مليار متر مكعب من المياه 900 مليار 900 مليار تمام إحنا بيوصلنا 55.5 مليار متر مكعب وبعدين إحنا دولة مصاب ما عندناش أمطار إحنا بنعتمد 90% على بياه نهر النيل تمام إذ هو النيل الأزرق والنيل الأبيض والنيل الذي أتي أو المياه التي تأتي من منطقة البحيرات العظمى في كينيا وتنزانيا وأغاندا ورواندا وبروندي والكونو تمام فهذا السد نريد أن نضع قواعد لإدارة هذا المشروع العملاق الذي تريد إقامته في أسيوبيا حتى لا ندار أو لا تدار مصر في السنوات الجفاف أو الجفاف الممتد أو في طريقة إدارة مياه السد ترجمة نانسي قنقر